بسم الله الرحمن الرحيم إذن يجب بعد قراءة الحمد في الركعة الأولى والثانية أن يقرأ الإنسان سورة كاملة على الأحوط وجوبا لا فتوى في الصلاة الواجبة للمستحبة يجوز ترك السورة في السفر والمرض وضيق الوقت ونحوها بما أن السورة أصل وجوبها أصل لزومها احتياط وجوبي فهناك موارد تستثنى خرجت بالدليل منها السفر المسافر المستعجل لا أي سفر ممكن الإنسان هو الآن مسافر في مكان لكن الوقت واسع ويمكنه أن يؤدي العمل بالشكل الجيد إذا كان مستعجلا الطيارة تريد تقلع وعنده دقيقتين وقعدين يصيحون يلا يلا راح نسد الباب فهو يريد يصلي يقرأ الحمد وحدها المسافر المستعجل بهذا القيد المرض لا أي مرض المرض الذي يستلزم شيئا من الصعوبة في قراءة السورة بعد الحمد ممكن في مرض نعوذ بالله اللي ما لا ارتباط بقراءة السورة قرأ لو ما قرأ نفس الشيء مثلا لا الحين يشوف لو لم يقرأ السورة واكتفى بالحمد كان ذلك أخف له أسهل يتركها يكتفي بالحمد وحدها هذا جائز وليس إلزامة في حالة في حالة الاستعجال وفي حالة المرض يجوز أن يترك الإنسان قراءة السورة الحين فرضنا ما يريد يترك مع أنه مستعجل ويقول له لي الله راح تمشي كذا الوسيلة اللي يكون تركبها ما دار لهم بال ظل يقرأ قل هو الله أحد أو يقرأ لسورة مشوية طويلة ما يأثر يجوز له أن يترك مريض تعبان مع هذا يقول أنا ما ودي أترك السورة بعد الحمد لا بأس لو ترك لا ضير عليه المورد الثالث ضيق الوقت وهذا كثيرا ما يحصل في صلاة الصبح يقعد الإنسان فيرى الوقت ضيق إذا ترك السورة اكتفى بالحمد قد يدرك كل الوقت المفروض المستحبات بأجمعها تترك في مثل هذه الحالة إذا كان الوقت ضيق يترك المستحبات لا يأذن ولا يقيم التكبيرات الست الافتتاحية يتركها الأدعية يكبر رأسا تكبيرة الإحرام ويشرع في الحمد قنوة ما يقنط كثير أمور مستحبة من يقعد للتشهد رأسا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحاول يختصرها قدر الإمكان حتى يدرك فإذا فرض أنه يحتمل أو يعلم أنه لو ترك قراءة السورة بعد الحمد سيدرك الصلاة كاملة في الوقت يترك السورة مع أنها أساسا ما كانت مستحبة كان فيها احتياط وجوبي لكن مع هذا في هذه الحالة تترك لزوما هنا ليست القضية اختيارية ما لحق يقول أنا ودي أقرأ السورة مو مسألة ودي وأرغب بما أن الوقت ضيق تترك السورة يكتفع بالحمد وحدها كيما يدرك الوقت كله أي لو فرض أنه إذا اترك السورة سيدرك ركعة لا أقل من أدرك ركعة من صلاة الصبح فقد أدرك الوقت الرواية بالخصوص جاية في صلاة الصبح من أدرك ركعة من صلاة الصبح فقد أدرك الوقت فلا أقل هالركعة يدركها زين أدركها وقام للركعة الثانية بزغت الشمس خلص الحين اللي الشمس بزغت بعد على كيف يقرأ الحامد وسورة شوية هم يطولها ويقنط ويجيب مستحبات انتهى الأمر بعد الشمس وبزغت قضي الأمر لكن ما دام في مجال يدرك أكبر قدر ممكن من الصلاة في الوقت يفعل ذلك ومنه ترك السورة نعم ومن أمثلة ترك السورة لو جاء المأموم والإمام مثلا في الركعة الثالثة أو الرابعة المأموم يكبر يلتحق طبعا عنده طريقتان اما ان يصبر حتى يركع الامام ثم يكبر ويلتحق معه في الركوع او يكبر والامام واقف زين لما الامام واقف المأموم لازم يقرأ الحمد والسورة قرأ الحمد ركع الامام يترك السورة ويلتحق بالامام بل هناك رأي وهو انه اذا لم يدرك الحمد كلها يجوز له قطعها وهذا رأي السيد السيستاني اكثر الفقهاء قايلين الحمد لا بد ان تقرأ باجمعها السورة ما يدركها لا مشكلة السيد يقول حتى الفاتحة اذا قرأ مثلا نصف الفاتحة وركع الامام يركع ولا مشكلة عليه لو كان الامام في القنوت في الركعة الثانية وجاء المأموم وكبر يقنط بعبارة اخرى المأموم مخير يريد ان يصبر لا يكبر حتى يركع الامام فيكبر ويركع جائز يريد ان يكبر الان والامام في القنوت ايضا جائز ويقنط زين هذا الركعة بالنسبة للمأموم ركعة اولى اولى لا مشكلة متابعة يقنط وينزل مع الامام وبعدين يقومون الامام يقوم للثالثة وهو يقوم للثانية ان كان عنده مجال الى ان الامام يجيب التسبيحات الاربع هو المأموم يقرأ الحمد والسورة يلحق يقنط يقنط مرة ثانية يفعل ذلك ما في مجال ركع الامام يترك القنوت يترك السورة ما استطاع يأتي بما استطاع موارد الثلاث الاول اللي قلنا اذا كان مسافرا مستعجلا او مريضا يتأذى من قراءة السورة او المورد الثالث ضيق الوقت في الموردين الاولين له ان يقرأ بعض السورة او يتركها اثنين هم يصيرون في المورد الثالث في ضيق الوقت لا يقرأ عليه ان يحاول ادراك اكبر قدر ممكن لو كان المسافر الان مستعجلا لكن كان الوقت واسعا يمكنه ان يصل الى مكان اخر ويستقر ويأتي بصلاة فيها حمد وسورة يلزمه ذلك الجواب لا هنا جاء دليل خاص بان المسافر المستعجل يجوز له ترك ذلك ترك السورة كذلك بالنسبة للمريض المريض اذا كان قد استعمل علاجا فاذا قام للصلاة السؤال هو انه لا يدري ماذا يقول اذا كان يدرك انه يصلي هذا المقدار يدرك انه في حالة صلاة كافي لا يلزمه ان يدرك معاني الالفاظ فقط يكون مدرك انه يصلي نعم اذا وصل الامر به الى مرحلة بحيث يأتي بمجرد الحركات ولا يدرك انه يصلي هنا لا تنفعه الصلاة لان النية فقدت نعم لو فرض ان المأموم يصعب عليه ان يقرأ السورة مثلا بشكل سريع والامام ركع خلص الامام ركع يتابعه لا تجوز قراءة السور الطوال في ضيق الوقت اذا كان الوقت واسع فليقرأ الانسان ما شأ من السور بل هناك بعض الفرائض تستحب فيها قراءة السور الطوال كصلاة الصبح مثلا في صلاة الايات صلاة الايات الخسوف والكسوف يستحب للانسان ان يطيل يقرأ شقد ما يقدر سور طويلة وان يطيل ركوعه وسجوده ويجعلهما بمقدار قراءته ممكن قرأ خمس دقائق ركوعهم خمس دقائق سجود خمس دقائق طبعا اذا كان وقت الكسوف والخسوف واسعا ووافية لكن هذه القراءة للسور الطوال انما تجوز او تستحب اذا كان الوقت كافية اما لو فرض الوقت ضيق قاعد صباحان يجي صلي والوقت ضيق اذا يقرأ سورة طويلة يفوت الوقت لا يجوز له ذلك فلو فرضنا انه شرع في سورة طويلة صار يقرأ سورة عما يتساءلون عن النبأ العظيم قرأ اربع خمس ست ايات مرة وحدة التفت شاف الوقت ضيق ما في مجال يقطعها ويرجع الى سورة قصيرة ان وفى الوقت ما وفى خلص يركع يترك حتى السورة القصيرة لا تجوز قراءة سور العزائم التي فيها السجدة الواجبة في في الصلاة الواجبة في صلاة الفريضة مر علينا مرات ان هناك اربع سور في القرآن فيها سجدة واجبة سورة النجم وسورة العلق وهتان السورتان آية السجدة فيهما هي آخر آية آخر آية بسورة العلق وآخر آية في سورة النجم آية سجود وهناك سورتان اخرين هما فصلت وسورة السجدة ايضا فيهما سجدة واجبة في خلال السورة في اواسطها الحين واحد يصلي صلاة واجبة صلاة الظهر المغرب العشاء صلاة واجبة احب ان يقرأ سورة العلق مثلا او ان يقرأ سورة النجم يصير لا ما يصير لانه المفروض ملزم بقراءة سورة كاملة صلاة واجبة هذه قلنا الاحوط وجوبا ان يقرأ سورة كاملة ما يقدر يقرأ جزء منها واذا قراها كاملة راح يصير عليه سجود زين شون يسجد هو في خلال صلاة اذا سجد زاد سجدة في صلات ما يجوز لا يقرأ احدى هذه السور هذا الكلام في الصلوات الواجبة فراغ يعني صلوات واجبة مقابل الصلوات المستحبة صلوات الآيات ما يقرأ فيها كل صلاة واجبة ما يقرأ فيها صور السجدة وانتم في المستحبة يجوز زين يجوز يعني شنو حين واحد واقف يصلي نافلة المغرب عجب الليلة يقرأ سورة العلق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق وقراها الى ان كملها بالنافلة صلاة المستحبة ايه يقراها ويسجد ينزل يسجد ويقوم يوقف ويركع لان خلصها سايب آخر السورة واذا صار بناء يقرأ سورة فصلت او السجدة مثلا يقرأ وصل بنصها لآية السجدة ينزل يسجد ويقوم يكمل او ويركع في النافلة يجوز له ذلك اما في الفريضة ما يجوز ليقرأ السورة سورة السجدة زين قرأها الحين قرأها وقرأ آية السجدة طبعا اذا شرع فيها في السورة ثم التفت قبل ان يصل الى آية السجدة يتركها يقرأ سورة ثانية حتى لو تجاوز النصف اي سورة العلق سورة النجم لو قراها وقبل ما يوصل للآية الاخيرة اتذكر انه انا لازم اسجد يتركها ويروح يقرأ سورة ثانية يقول انا اتجاوزت النصف حتى لو تجاوزت تقرأ سورة اخرى فرضنا الحين قرأ آية السجدة اما عمدا او سهوا ما كان ملتفت عقب ما قراها التفت اذا قرأها عمدا واجب ان يسجد زين يقول اسجد شي يصير ايش ما يصير صلاتك تبطل اسجد وصلاتك تبطل اذا صار يعاند قال ما اسجد ما رج صلاتي تبطل استمر يقرأ اثم اثم في تأخير السجود لكن صلاته ماشية يعني وحدة من اثنين عنده خطين اما ان ينفذ الامر ينزل يسجد وصلاته تبطل يعيدها من اول صار يقول لا انا ما اخرب صلاتي انا ما اريدها تبطل ومشى ركع وسجد حسب الاصول الى ان كملها اثم ارتكب معصية بتأخير السجود لكن صلاته صحيحة ما يقدر يأجلها واجب فورا يسجدها واجب ان يسجدها فورا ايه كذلك لو قرأها من دون تعمد فكرة كان مشغول قرأ سورة العلاق الى ان قرأ آية السجدة التفت نفس الكلام يجب عليه ان يسجد يسجد وتبطل صلاته او اذا فرضنا قال ما اسجد كمل مشى بصلاته صلاته صحيحة لكنه عاص في التأخير هذا اذا هو قرأها زين اذا استمع اليها استمع الى آية السجدة هناك فرق بين السماع والاستماع هذه اكثر من مسألة تجي قضية السماع والاستماع تجي بقضية آية السجدة تأتي في قضية الغناء استمع الى الغناء او سمع الغناء اكو فرق بينهم مرة واحد ماشي بالسوق ماشي بطريقة اكو غناء موسيقى هو ما لشغل فيه فكرة مو يم هو ماشي هذا السماع ومرة لا حاط فكرة يم يريد يستمع شي يقولون شي قاعد يحشون شي لون كذا يرتبون الامور مستمع الاستماع حرام الى الموسيقى الى الغناء آية السجدة مرة واحد قاعد واكو واحد قاعد يقرأ قرآن يم وهو ملتفت هذا قاعد يقرأ سورة العلق قاعد يقرأ سورة النجم شوية وقاعد يقترب من آية السجدة فمرة هو يقول أنا ما لي شغل فيه أنا ماشي الحين قاعد أسمعها لا مشكلة لا يجب عليه السجود ومرة لا مصغي يريد يستمع يريد يستمع للآية اذا استمع اليها في غير الصلاة ما كان يصلي لازم يسجد اذا في الصلاة نفس الكلام يجي لازم ينزل يسجد زين نزل سجد بطلت صلاته ما سجد استمر في صلاته صلاته صحيحة لكنه عصى بالتأخير ما يصير يأخرها فورا لازم يجيبها هذا الكلام كله في الصلاة الواجبة أما النافلة فلا إشكال ينزل يسجد ثم يقوم ويكمل صلاته وصلى الله وعلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر